وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 34 طن مواد غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 أطنان مواد غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 27 طن أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 522 قضية من بينها 96 قضية خبز نقص الوزن و107 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 30 طن من الأقماح المحلية اشتركوا في القناة